يعني ايه بي عندي قناعة ايه اللي يحصل لي يعني يحصل لك خذ يا سيدي عندك واحد ان القناعة اذا غرستها في نفسي وغرستها حضرتك في نفسك سبب لفلاح صاحبها يعني كونوا من اهل قد افلح المؤمنون نعم بماذا بالقناعة وفي الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية في صاحي مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم من اسلم هو من الفالحين ورزق كفافا او ورزق كفافا وقبل هذا انه رزق بهذا الكفاف وقنعه الله عز وجل بما اتى يبا هذا الحديث يجدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان نكون اصحاب قناعة لنفوز ونفلح بما وعدنا به الله عز وجل رقم اثنين القناعة تعمل لي معنا القناعة تكسب صاحبها محبة الله عز وجل ايه يعني لو انا صاحب قناعة يحبني الله عز وجل فاذا احبني كنت سمعه يقول الله عز وجل كنت سمعه اذا احببته كنت سمعه كنت بصر كنت يا داك تولاك الله تولاك الله عز وجل انك من اهل القناعة في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب وصحيح الجامع عند ابن ماجة والطبراني وابو نعيم في الحلية الاولياء وفي الاربعين النووية من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل سأله في واحد جي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال سأله فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اذهد في الدنيا اذهد في الدنيا يحبك الله ايه وازهد فيما عند الناس يحبك الناس انت عايز اذهد في من يحبك اذهد في الدنيا تيجي الدنيا تروح يجيلي فلوس ما تجيش فلوس اكلت اكلة حلوة اكلة اي كلام الحمد لله ما فيش اي كلام كله اكل نعم من الله كما يقولوا الناس يعني ها يحبك تريد ان يحبك الله اذهد في الدنيا اجعل هموم كلها هما واحدة كما قلت قبل ذلك واحمل هم الاخر يحبك الله عز وجل وازهد ما في ايد الناس يا واحد عنده عمارة عنده فلوس انا ليه انظر اليه على قدري ما يقنع الانسان بان هذا رزقه وهذا رزقه فلان النفوس تطمئنه اليه لان اصحاب الاموال او اي اي شيء من انواع الغنى يعني ها تطمئنه نفوسهم وقلوبهم الى الذي لا ينظر اليهم لان الناس لا يحبون من يتطلع اليهم ولا يحبون من يتطلع الى ما في ايديه من الاموال وانا اتعجب ان عامل في مصنع او في شركة يحسب على صاحب المصلحة ده بيكسب كذا في اليوم بيكسب كذا لا انت لست من اهل القناعة لانك تنظر في اموال الناس صحيح اوصي اصحاب الاموال بان يعطوا للعمال حقوقهم وهذه ايضا تدفع العمال الى القناعة ولا انظر اليهم في يدك ايضا من الاسباب التي نستفيد بها من القناعة انها سبب لنيل الثناء وطيب العيش انها سبب لنيل الثناء وطيب العيش في صحيح سنن التلمزي وصحي ابن ماجة وابن حبان ومسند الامام احمد والمستدرك على الصحيحين من حريص فضال ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافة وقنع الله به وطوبة دي بشرة وزلفة حدث ولا حرج القناعة تورث صاحبها غنى النفس واستعلاء النفس على الشهوات ولذائذ الدنيا وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصاحين من حديث ابي هرير رضي الله عنه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس القناعة هي التي تغرس في صاحبها غنى النفس وتغرس في صاحبها لاستعلاء على الشهوات ولذائذ الدنيا ما هو الناس ليس تقع في الخطأ لانه يريدوا ان يفعل مثل هذا فخلص هذا رسكوكا هذا رسكونا ملوم النفات القناعة تغرس في صاحبها العزة العزة نعم وتكف وجه صاحبها عن الذل بسؤال المخلوقين يا اخي اذا سألت فاسأل الله ألم يعلمنا هذا النبي صلى الله عليه وقاله صاحبه وسلم ليسأل الخلق تقول لي عنه ربنا حينزل لي لا ما هو انت ما تسأل الله هيسخر غيرك ليأتيك هيسخر غيرك ليأتيك هو سيفعله هذا اذا القناعة تغرس فينا العزة في صاحبها مش في كل الناس صاحب العزة صاحب القناعة وتكف وجه عن الزل والخضوع والانكسار للناس والمخلوقين في الصاحين من حديث امنا ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت العرى ابن الزبي ابن اختها والله يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة في شهرين وما اوقد في بيوت او ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته يعني نار الهلال ييجي ثم الهلال ثم الهلال ولم نشعل النارة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش اكل ما فيش طبيخ كما نسميه او طهي يعني قال يا خالة خلته رضي الله عنه مجمعين يا خالة فما كان يعيشكم كنت عايشين ازاي كنت عايشين ازاي يا خالة قالت الاسودان التمر والماء الا انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم منائح انا اماكن فيها الجمال والغنم والبقر وكده فكانوا يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم من البانها فكان يشرب ويسقينا يعني كانت حياتهم طمر واللبن واللبن حتى كانوا انكم معلومش لبن يأتون لبن من الجيادان